قررت الحكومة العرلندية رفع مصر من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أرلندا وهي القائمة التي تشمل دول التي يخضع القادمون منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة العرلندية لمدة 12 يوما وأشرت وزارة الخارجية إلى أن القرار جاء بعد الجهود المكتفة التي بدلتها الصفارة المصرية في دابلين مع الجهات العرلندية المعنية لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخدة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا ومن المتوقع أن يسهم القرار في عودة حركة السفر والسياحة بشكل أكبر بين البلدين وتنشيط تعاون التنائي في العديد من المجالات المتنوعة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار